في مدينة المهلكات مع محمد مولود ومحمد الحسن والأحمد الخديم فإن كنت سأوفق في هذه الدردشة فقولي وما توفقي إلا بالله عليه توكلت وإليهني وإن نفت عما فقولي عبنا لا تواخذنا إن نسينا أو اخطأنا ذا اللي قالوا التواضع حسن بين السيئتين حسن بين الكبر والمذمة ورمضان نرى بأنه هجرة من فاضل إلى مفضول فالكبر هجرة من مفضول إلى فاضل ذا اللي قالوا التواضع والإنسان عوان كما تعرفون بين ذا اللي قالوا الملك وذا اللي قالوا البهيمة تحت الملك لأن اندارت له الشهوة وفوق البهيمة لأن عنده العقل اللي لا نتكلم عنه القلب اللي هي هي العضو العضلة اللي تصاب بهذا المرض ومن الكواسب وهي السلطان الكواسب في الحديث الرباني الكبرياء ردائي والعزة إزاري فمن نازعني أحدهما ألقيته في النار وفي الحديث ثاني قصمته أي هلكته من زحزح عن الجنة وأدخل النار فقد خسر ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وفي الحديث اللي رواها الرسول صلوات الله والسلامه عليه في الصيدلية النبوية إن من عوام الآفات التي تصيب النفس البشرية هي آفة الكبر والإعجاب بالنفس وله نقول بأن أربعة مهلكة للعبد أنا ونحن ثم لي وعندي هذه الكلمات حد منين يعود كثر استعمالها يستشفع لنه فيه كبر أنا قالها الشيطان وقالها فرعون لي قائلها فرعون عندي قائلها قارون نحن قائلينها قوم بالقيسة أربعة مهلكة للعبد أنا ونحن ثم لي وعندي وفي حديث ثاني من تعظم في نفسه أو اختال في مجيه لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان وفي حديث ثاني ثلاث مهلكات وثلاث منجيات فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع ويعجاب المرء بنفسه في حديث آخر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر حد فيه مثقال ذرة من كبر فالجنة حرام عليه ولكن شوفوا أن القلب من ما يسمى بالجوارح وتسمى كذلك بالكواسي وعددها قد بواب النعر حد بطش به بيده يفتح عليه باب وحد نظر إلى ما لا يحلل وبعينه تنفتح عليه باب ولوذ مقافضة باب والفرج مقافض كذلك باب وهذه المسائل جهاده هو الجهاد الأكبر عندها سلطان لذا كان الرسول ويشير إلى صدره ويقول هل تقواها هنا والجسد فيه مضغة منين تصلح يصلح الجسد لأنهى سلطان أفطنعناك أرائي سلطان ياسر من منه دارك فيه ومن أسباب مروق الرعيان باللي تحفظ اللي يسرح فيه إذن القلب هو السلطان واللسان هو الترجمان وهذه جوارح في النهار تقول لإلسان ناشدناك الله استقيمه إن استقمت استقمناه وإن عوججته يعوججناه وعندها شاشة يقول لين قالهم العينيين ولين شوفوا من هذا المرض اللي والده العجب ولا بدانا نفرقوا بين العجب هو والكبر العجب منين يعود حده أحده من الآن من نفسه هذا يسمى عجب الكبر يستدعيه التركاء متكبر من هذا الماللي متكبر والمتكبر عليه واشي اللي متكبر به ولا ينتكلم عن ذيك الأسباب اللي يتكبر حد بيها والدعاوي إن لم تقموا عليها بينات أبناؤها أدعيها ذا اللي يهلك الناس في هذه الجولة منين انجيسوا مقبرت عيادة الغزالي الطبية نلحق ذا الميت فيها اللي كاتلوا النسب ولا اللي كاتلوا التكبر بالعلم ولا بالعبادة ولا بالشجاعة ولا بالقوة ولا بالجمال ولا بالجاهة ولكن يقولوا بالإسلام منين يجي جذورة شاملة على كل الأمراض اللي كانت تنخر جسم الجزيرة العربية إذاك أول مسألة عد له الإسلام شنه الهرم الاجتماعي اللي كان فيه واحد الفوق واحد التحت اقضع ليه إن الله أذهب عنكم غبيتة والله غبيتة والله عبيتة ذا كامل يصلح فيه وفخرها بالآباء أول مسألة شوفوها أعلن الإسلام عبدالساس جديد عادل عظيم ليس للعربي على العجمي فضل إلا بالتقوة وفطن ملي لا لله ابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بتقوة وكان الرسول يقول أبي دعوة الجاهلية تدعون وأنا بين وهرانكم في بلايدة هانية قال دعوها إنها منتنة دعوها إنها منتنة الراجل اللي عير بلال بمه وقال له يا ابن السوداء قال له إنك مرؤون فيك جاهلية الإسلام ماذا فعل أول شيء ضع ليه دار الندوة هي دار الندوة كانت عندها تأشيرة تأشيرة الحسب والنسب الحسب والنشب حدو الخيمة كبيرة والله عنده شيء ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وقضع ليها وبدلها بدار الأرقم دار الأرقم تأشرتها أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد الرسول ما فهم تأشرة ثانية وهذه الدار هي اللي خوات بين أبو بكر العربي صهيبة رومي سلمان ثالثي وبلال حبشي ومن هذه الدار هي اللي انقبلت ذكرة الأمم المتحدة فذكرة الأمم المتحدة بضاعتنا ردت إلينا مموهة مقبوة من دار الأرقم ومن أنت له أبو ذلين عدل أخوك البضاني في دار الأرقم ما قاله الرسول قاله إنك مرؤون فيك جاهلية هو عير بلال بمو والإسلام ما هو معتره به الإسلام التقوى فاش الأفضلية تكمون ذلين قالوا التقوى والإسلام منين اللي جاء هدم هدم الطبقية الظالمة وأبطل التمييز الكاذبة واجعل بن بلال الذي كان رائع غنم كان سارح وخلاص درهيمات هو الذي قتل أمية بن خلف الذي كان يعذبه في بطحة مكة عندما رآه يوم بدر قام وعده هذا دليل أعلن الإسلام ساوى هذا أمية بن خلف ذهو بلال يقول أمية بن خلف رأس الكفر وقام يركض وعده بخن بخن لا نجوت إن نجع ومن جهة ثانية ولها أسامة من الشيخ على الجيش اللي فيها أبو بكر الصديق وفيه عثمان صارتها مهمة شكال الرسول جاء وقال ما قال بلغتني عن بعضكم في تأمير أسامة لئي طعنتم في تأمير أسامة لقد طعنتم في تأمير أباه من قبله وأيهم الله إنه بالخلاف لخليق وأن ابنه من بعده لخليق بها وأنها لما ظنة خير فاستوصوا به فإنه من خياركم ذا اللي قال سلمان الفارسي نين سولوه انتبوك منه قال أبي لسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميني إذا دار الأرقام كان كل حديث خلو تأشيرتها بسيطة أشهدوا أن لا إله إلا الله واشهدوا أن محمد رسول الله هناك قرارات انقبضت من هالحديث اللي تكلمت عنه إن الله رفع عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالآباء هذا أول قرار انقبض جاءت عاجب لك إن أكرمكم عند الله أطقيكم هناك ما يسمى بالميز الإجابي عدلت الشريعة إياك للناس اللي ما كانت من دار الندوة كلها يجد عليه راسه ويعره بأنه منين احتلق الإسلام أعلنه عادت عنده فضلية ثانية في مصحة الغزال وقسنا منها لا قسم المهلكات وقسنا منها لا ذا اللي ينقال له الكبر اللي هو هو الله يخلي الناس وأول جريمة اقترفت جريمة الكبر لأن الشيطان عجبته لبسه ثم تكبع هذا اللي ينقال له الميز الإيجابي اللي عدل الإسلام وعدل الرسول صلوات الله والسلام وعليه إياك تذهب الدنيا عنا كاملين ونعود إنسان واحد نعود الفضل شنه الفضل اللي ينقال له التقوى سلمان ونيجا والد ما يعرفوه ما قال صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا أهل البيت قال سلمان منا أهل البيت ومن هون يستشف من القرابة النسبة طينية لا تفيد شيئا يلو كانت تفيد ما يعود بلال ويعود صهيل ويعود سلمان الفارسي عادوا قربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عم الثاني منين اللي مات جاء علي بن أبي طالب وقال له يا رسول الله إنا عمك الشيخ الضال قد مات قال هذا عم اللي كان من ربه يقير منين عاد الإسلام ما هو فم الإسلام متوادع بحد يفتخر بحسبه والله يفتخر بنسبه يقير يفتخر بباش يفتخر بهذه النسبة الدينية يفتخر بهذا العلم اللي روحي ويجد كل حد يعب منه حتى الثمادة وشوفوا على النقال لو كان الإيمان لو كان الإيمان عند السرياء لناله رجال من هؤلاء وقال وحدين من الناس اللي تشرع الحديث بنوا عينوا على آل فارس قالوا وحدين بنوا عينوا على الموالي كامل وسام تأميره وما قاص الجيش يقير متبارك يكتل صيبانة التكبر بالنسب فم فيه أبو بكر صديق وفم فيه عهما وهو أبو 17 سنة من الموالي قالوا منه هو الله الشيخ الهم هما اللي سارت الناس ما تعرفوا الرسول متبارك يهيأ الناس أعلنها تتوادع مع الكبر وخاصة للمهلك منه اللي قالوا الكبر بالنسب من أين جاه بلال وقالوا من الناس منها ما بيتقبل بن أسامة أعلن يشيخ على الجيش قالوا هذو كلهم فيه كبوة وهذو كلهم فيه جاهلية شكال إن بعض الناس يطعنون في إمارة أسامة بن زيد ولقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل لأني قلتون بن زيد فأتعاد على عبدالله بن رواحة وعاد كذلك على جعفر الطيار لكن هذا ما طيح على التراب الرسول عنده مسائل بسيطة طعنتم في إمارة أبيه من قبل وإن كان أبوه لخليقا لها وإنه لمنح الناس إلي ولأرجو أن يكون من صالحيكم فاستوصوا به فإنه من خياركم فاستوصوا به فإنه من خياركم ولأي شوه بعد ذلك أعلن لن صار فمحد منهم هو اللي كان يصلي بالناس من المدينة حتى جاء ولأي شوه بن سلمان سالم مولى أبي حذيفة عمر بن الخطاب عندما توفي ماذا قال سابق توفق من يلعاة سال مولى أبي حذيفة حيا لو وليته معناها معناها منهم الله نعرف علنهم ما فيه أي شيء هذه هي المقبرة اللولة اللي جايناها وهلها ذا اللي كاتلهم ألا الاشتخار بذل قاله النسب لا ينجو المقبرة ثانية ذا اللي تاكي فيها كامل ميت به التكبر بالعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النهار والعالم عنده مائتين عنده زكاة علمه وهذا الدرس والدروس اللي سبكته تندريج في طار زكاة ربضاني العلمية لكن زكاة العلم حريجة العلم ما هو كيلة لغنم لغنم محدنا معات ربعين ما فيها زكاة والبن محدنا معات خمسة ما فيها زكاة والفضل البيضة محدنا معات ميتين درهم ما فيها الزكاة والهب محدنا معات عشرين دينار ما فيها زكاة وفطن علم المعشرات محدنا معات خمسة أو سقن اللي هي ستمائة كيلوغرام ما فيها زكاة العلم زكاة شنهي ما تحاني منينة مثل كرشك تعرف اللالفاتحة زكيها والله يوم القيامة يجي ملجم بلجام من النار لأنك كتمت علما ثانيا علمك أولادك عندك اللالفاتحية من مال العلم للناس كاملة نشوف على زكاة العلم يا الله المحاضر يجعل الزكاة في متناول ذلي لا يتنصافل علي ابن أبي طالب كان يقول حديه الناس بما يفهمون ولين شوفوا من رعينا اللول ما بدأ للناس بابن عاشر ما بدأ للناس بشي قليل بدأ لها بابن عاشر ثم لخضري ثم رسالة وتبارك يدرج لها وحتى على مستوى الناسنا اللي كانت ما هي إخبارية ناسنا اللي كانت ما هي مانعة كانوا يبدأ لها الطريقة الأبجدية إياك تحصل النفع حديه الناس بما يفهمون حروف للأبجدية صالحين اللي يقرى بيهم درجاج الكبير وهذه الدروس الرمضانية تدخل في صمي زكاة العلم الإنسان الكبير اللي فاته التعلم يعلموه لحرف الأبجدية كل حرف أبجدي يهبتوه براسه باش يهبتوه براسه بمثل لهجي يهبت براسه الحرف ثم يهذبوه لأنهم مسؤولين عن تهذيب هذا ليشير البرعون كل مولود يولد على فطرة الإيمان فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تلد البهيمة بهيمة جمعة فهل تحسون من جدعا حتى تكونوا أنتم تجدعون ما كانوا ناسين لرقاج الكبير ناسين اللاحنة هاي كان لرقاج الكبير عنده أبجديات الألف أحسن تقرب الباي بات فهم من اللي يبغيك التاي تو مليا من المنظر الساي ذال في السر دائما الذين يعرف الحرف ويلانساه عنده مثل هو رقاج كبير وإحنا مسؤولين عن تدريسه الجين جوغة السفيع طيبة الحاي حوشي مني يستقدر الخاي خمم قبل كلامك الدال دين خير تراه الذال اذهب عارو شي حرف الرأي شي باني اللي ما هو فهم رأي ما فات القطع مضا الزاي زكي لا فضاكي يلفك الطاي طوف اللي ينطاف الضاي ضريفه لبلجار الكاف كلم مني يفهم الكلام لبا منادم هو حسبه المين مسلة تعطب تجنب النون نسبك لا تذكي ليخي عليه الكاف كلم مني يفهم الكلام لبا منادم هو حسبه السين سل عن حكم جهلته الشين شيد ما في التهويت حرف الصاد صلم هبة تنهاب الضاد طيف الحسن للظن العين عيج عن شي تهواه الغي غمد ثمك تسلم الفاي فاي تتلعق اللي قوم صاحبه القاف قل الحق ولو على نفسك العين عيج عن شي تهواه الغي غمد ثمك تسلم ليا يوم لنا ويوم علينا الوا وهم ذمك لا يهمك وليا ويل الليل من مله وشوفوا منهم اعلننا هذا الشيبان اللي معانا واحنا ينقالنا امتي قرأ ما يا الله يبقى الشيبان ما قرأ ولا يا الله انتلا يتقعد هون يكون الناس زكاة علمك اللي يتعدل يا الله تعود على متناول الناس منين تتكلم شي ما فهمتو الناس اكلامك ينشم في ريحة الكبر اذا حديه الناس بما يفهم وهذه المسألة ذا اللي ينقاله العلم فم يوسر المقبرة اللي تخر صور وانا ذا هو وادفع لها رأي يوسر امتكيهم بهاش بهالا الكبر اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتبع الكتابة افلا تقلون تبس من حال الناس قتل منها ما تتكبر وانت ذا هو هون متكبر انت منين تلالا هنا انقروا شي ما لا فهموه اذا هذه من الاسباب هذا المرض اللي احنا ماشيين نزور مقبرته رحال نظرك لا ينحطوها عند ذا اللي قالوا المال المال هو ما اللي مقبرت ورأي يكي يميت فيها ياسر بهاش بهاللا تكبر بالمال وهون لا ينفوه ذا اللي يتكبر بالمال المال ما هو فم المالك الحقيقي هو الله وفم المالك المزاجي هو والانسان والدليل عليها بانه ما هو مالك اليني اللي موت اليني اللي موت فم الجمالك احنا هذو لندخلوا للموتهم اللي قالنا الجمالك ونقوموا بعملية تفتيشية لعل هذا الانسان اللي كان ذا المال يمشي ماه بشي لبس بيء والله شي كان والله شي صدقه اذا يا اللي تتكبر بالمال المال ما هو انت راعي وفطن عنك راعي سلطان ياسر من منه دارك فيه ومن اسباب مروق الرعيان قل لتحفظ اللي يسبرح فيه وانت رعايتك شنه الى قال حد الصدق تقول لك اللي كانت تقول عائشة مرحبا بمن يحمل لنا زادنا الى الاخرة من غير اوجرة ما تضايق به هذه مرأة ارملة دمع تماشية تمسحها وتعود نجحت في هذه الفاشية اللي نعطات لك وصدق شاعرنا اللهج القائم حد بشيه ويبغيه حد من ينعود عنده شيء ويعود يبغيه يتمي حظى الراس وفيه ما حده متحكم من شيء هذا عاد رأيهم حالي حد يعمر بيتهم خليه ويخلي الواعد خالي احنا اللي نعدل التفتيش اللي ندخل الى الموات ممكن ما تنعدل له عملية تفتيشية ما نخل عليك شيء لا يستر عن العورة خرصيك اللي ابن اياك ما فيه شيء رأيهم خرصوا التركيات ما فيه شيء المرأة بدلاتها نقلعوهم الراجي نقلعو وقاته اذا المال اللي لا يتفخر حد به وما هو مالك حقيقي انت اللي لا مسرح في ذا المال ولانك مالك حقيقي المالك الحقيقي الله والهدف من هذا الشهر شنو الهدف من هذا الشهر عملية تحسيسية معدلة لذي الناس اللي امتان لذي الناس اللي لها 11 شهر الشهر توكل معدلة لها عملية تحسيسية اياك تحس بألم الجوع والعطش وتعود اليني يوفى رمضان وتوفى المدرسة الرمضانية اليني يجي بائس والله يجي حد تحود لا يتعاون وسمحوا لي اللي قلت من هذه المدرسة الرمضانية عندها الراسبين فمن الراسبين من هذه المدرسة انت رمضان كنت تواسي ومنينوا في رمضان اذا هو وحداك حد ضعيف ما واسيته معناك من الراسبين المدرسة الرمضانية ولأنك من الناجحين لأن الحديث اللي رتوالكم عن الرسول بأن الله تبارك وتعالى اعطاشنا وشوعنا ما هم مربوش يقيردون هذا الشهر من التحسيس هذا الشهر من التضامن مع الناس ضعاف يعود حق عندنا ومنين تنقف المدرسة الرمضانية انتم عليه انتم تضامنه هذا رمضان تضامن مع هذه الناس الضعيفة هذه الناس اللي ما عندها شي المسألة الثانية ذا اللي ينقال له المال يا الله حد يعود عارف بأنه بين مسألتين هو المال يقرض لله هو اللهم ما له آيته والناس ما هيش أدأ لها يقول ماذا يقرض الله قرضا حسنا من يسأل إذا هو واحد منكم منين تلأ يا قرض الله قرض حسن يقول حد الصديق يقوم واعد اللبنة ويمشي لود الخمساية والله يلود للعسرة ويخل للف ذهية الدون وانت ذي اللي عاطي عاطيها الراسة ما لك عاطيه الحد ذالي إذا الله ينقول أعلني المال ما يتفكر حد به لأنه قاع ما هو لك ودين اللي تموت ذن مدوان اللي ينقاله من ناس اللي يغسلوا إحنا هذا ونعدلوا لك عملية تفتيش والآن خلوا يمشي معاك ولا شيء إذا العملية دقيقة ولا فيها أي شيء ما فيها حد يقدر في حد ولا فيها حد يقدر يتجاوز من هون لا ينجاوزوا شهر مقبرة ثانية في مدينة الغزالي وميت فيها ياسر من الناس بهم ذا اللي قالوا الجمال هم وحدين واحد يكتلوا يتكبر على الآخر بالجمال قالوا يو الناس اللولين اللي من أهل العلم قالوا أنهم منهم بنعاجب من الإنسان كيف الإنسان يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين حنا قالوا اللي دابنا فيه لقمة هذا الإنسان اللي يتكبر هو مولانا ما واخه من لوذن ولا واخه من الخنافر ولا واخه من العين أخرجه من مجرى البول مرتين ولا خلاها علذة عندك مجرى البول أخرجه مرتين امعاء فيهم رجيع هذا قاصد والله يا كاش يا كتم الإنسان تفات والكلمة اللي قلنا قبل ما يهم وينازع الله في كبريائه والله فعزت الله وانت خرجت من مجرى البول مرتين ومعاءك فيهم الرجيع ومثالتك اللي ينبولتك ملانا من البول والمخاط فأنفك ولا هشوفوا على فما كبنيل فوت ساعة ما اتكلمت فإذا به خلوف ولا هشوفوا على ايونيك فيهم مسألة ثانية حد يبقي يداو من ذا اللي قاله الجمال يخرص زليخة بالنسبة للذا اللي قاله زليخة التي كانت تراوي يوسف عن نفسه هي كانت مفتنة لكنها منين الشيبنت احدود بوهرها وطاحوا وسلانها وعاتباتات انفاصل ايشيه لهو واخذ يوسف سولت منادم اللي قودة قال تلودها منه قال يوسف قال سبحانك يا من جعلت العبيد ملوكاً بطاعاتهم وجعلت الملوك عبيداً بمعاصيهم وهو تتكلم عن رأسه حد منين يذكع منه بعد الطفولة لا يعود شاء لا يعود شيخ لا هي عقب يرجع لأرضاً للأم العمر ما يتفخر على حد بذل ينقالوا جماله وقالوا وحدين من المفسرين على يوسف عليه السلام هو عنده دسع عشر جمال قالوا انه خرص مرآة يوما ما وقال انا بعد لو كنتوا عقدان ما يقض حد يشرين عقب شفتوا اللي خلي عقب أخوته كانوا فيه من الزاهلين وباعوه بدرائي ما هي ياسرة وعقب عاد يشتغل في ذا زليخة واشبه شي في هذا الفن داوبي ما قاله أحد شعرائنا اللي هجي عقب كنا شبان مرض وصل قفونا زينات قرض وبسنينا زينات سد ماهو شكوة للباري عدنا وحمدنا زادعك لله الحمد الجاري الحيانا بويخ طل وشي بنواضرنا واري وبل بفوفنا عدس طل وبل السنينا اثراري ولا هين يتخطاوا مقبرة الناس اللي كاتلها التكبر بالجمال ولا هين يقيسوا مقبرة ثانية ما كنا نشاكمن لا يعود فيها حد وهي مقبرة الناس اللي كاتلتين لها العبادات هو الشيطان ذا اللي خصروا شنه خصروا العبادة يوسرنا ذا اللي انتكي في المقبرة اللي احنا نزوروا واركس باب الرية الله تبارك وتعالى قال يا عبادي هو عبادتنا ما هم عدل بها شيء يقبض واحد منين يعدل عبادة لا يتفخر للناس بها ولا نما هم عدل بها شيء يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ليه نقبار شنه انا جبهتي نفرطها هون على هذا الدص المنشى من الدم الله قال لك على ما قادلوه ورهما اللي قال بالنقاع لا اقبضنا عن بكرة ابينا وعدنا ذا اللي قالوا لضراب ذا لك عن العبادة يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا الاخبار شنه يا خطين هلعدنا العبادة ما زينش زينش اللي الرسل اولا وفين منها ما زينش قال انكم لن تبلغوا ضري فتضروني وانكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني هاي العبادة كانت لواحدين حد قد منين العبادة تليهموا يتفخر به على الناس يخسر هذا كان ولا يصلح منه شيء وقالوا جبح مننا مجموعة مننا تكارير بصيفة خاصة قالوا من يوم الاخرة لعياء لا يجي من البليده لا كانت قال مظنونة لعياء لا يجي من شوره لعبادات يوم الاخرة لعياء لا يجي من البليده لا كانت مظنونة اللي هما الناس اللي عدلوا العبادة وفيها دخن الناس اللي عدلوا العبادة وشاي بهرياء الناس اللي عدل حد عبادة أرجعوا وأكسر باب الطلاق خالق ابلي دم أنه أكبر لولياهم إلي انت حلث انت يمين طلاق بأنه من أهل جنة طلقوا إليك لمرأة لأنواة وما تدري نفسهم ماذا تكسب غدا ثانيا الحمد لله أنتم العبادة اللي هي اللاهي انتم تنتظر فيها عاقبة ما هون حدمكم يجد دي مرقنة تأشير الجنة ما يجد حدمكم يجد دي مرقنة تأشيرهم على أنه فات انقبلوا يا كامل يا غير اللهم بفضلك لا بعمل إذن هذه المقبرة اللي احنا عندها اللي هي مقبرة العبادات ميت فيها يوسر من الناس وقلت على الناس بياله السيزين على العياط يوم الأخرة لا يجيني من البلايدة ما كانت مظنونة هناك موتى بهم اللا الشجاعة ووحدين بهم اللا القوة وذي ما هي الشجاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال الشديد منه ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملكه نفسه عند الغضب لأن الشديد ما هو ذا اللي ديز الرجال الشديد هذا اللي يعتنى على نفسه وهذا عندكم في الكتوب الثانين يا غير ما قلت فسر لكم الرسول منينه فقعد انتهينا من الجهاد الأصهر وضركوا أعدين الجهاد الأكبر اللي هو جهاد إنفس وجهاد إنفس هو أمتن جهاد كل جيشنه حد يزهد في ذا اللي ينقال للدنيا ومنين تجيه الدنيا شي واسي لها يجعلها فيد ولا يجعلها في قلب ويقول ذا اللي قال شاعرنا ألا إنما الدنيا فانية إن حلت أنحلت أو حلت أو حلت فالسعيد من هاجر لباعها وإن مدت إليها باعها باعها إلا نحن انتهينا بهذه المقبرة وهذه المقبرة بالنسبة لدعائها كلكم يعرفوا ولولا بل الدد بدأ يحملق إلي ويقلب يديه ذات اليمين ويأت السمال تكلمت عن الدعاء وضرك الله ينقوم وعدين درجات الكبر الكبر فمنه التكبر قال الله هما قوم هود وقوم عاد والنمرود بن وكنعان وبالنسبة لفرعون هذو متكبرين على الله فمن التكبر كذلك على الرسول هاي الدرجات وفمن التكبر أعلى أهل الدين تكبر على العلماء عيط لك عالم لا هي ينصحك تأخذك العزة وأنا ماتي تبعيد من ذا اللي ينقاله الأعراب اللي هي هي اللي منين شوفوا أن شو نحق ولللسان بلنه مصار بهذا اللي ينقال والتكبر على الصالحين والتكبر على الناس الثانية ومن هون وقفوا لهون نوح عليه السلام ما كان ينقال له نوح كان ينقال له عبد الغفار وقيل بلنه في يوم من الأيام ده هو كلب عينيها ثلاثة قام وضحك على الكلب جصاد عليه الكلب وأنطقه الله قال له تضحك على النقش أم على النقاش تقال له تضحك لمن تضحك ليانا والله إلى الله لو كان الأمر لي لما اخترته وانا يكون كلبا وعاد قد منين يذكر يقوم ليبكي وسمي نوح بذلك لأنه كان يبكي متأسف أعلاش متأسف على النوحك على كلب أخبار نصة نضحكه على إنسان قنبول نطق بالشهادتين إنسان من الناس اللي يرخصوا عنده تأشيرة دار الأرقم أشهدوا أن لا إله إلا الله واشهدوا أن محمد رسول الله هذه الدرجات يا الله نعسوا منها ومن هون لا يقوم واعد ذا اللي ينقال له لعراض كل مرض عنده عراض السائلة عندها عراض حد يكح إحنا ملي أنتم يهم هون وواقفين عند هذا البيت اللي من عيات الغزالي لا يتكلم لكم عن العراض عنده من ينت شوفوا حد يقول أرعي أرعي أولا حد من ين يعود كفر من أنا وإحنا وعندنا أربعة المهلكة تني العبدي أنا ونحن ذم لي وعندي منازعت الله في العظم والكبرية هل قاعد شفتم تصعير الخد للناس وراه وليقمان هك نصق وليه ليلة حد ويجوه بذل حالات المش في الأرض مرحل ماشي جابد يتكي على له ويتكي على له وراه وبعد الله تبارك وتعالى قال لأرض ما هو لا يجد يأثر فيها وبن هذه الجبال ما هو لا يجد يلحق يهب إلى أهله يتمطى يمشي بالحالات ويمشي حالات فهم ذا اللي ينقال له الاختيال لا الفخر وفهم ذا اللي ينقال له منين ينقال له هلان انت ذا العدلت خاسر هلان ذا الركوع معه الصالح تاخذه العزة بالإذن هو شخص وصايب عندي صح هذا رهو ما هو أنا هذا رهو لا الغزالي متباركي قريكم عياته هذه المباهات أنا وانا أخبر من فلان وانا كذا من طلب العلم ليباري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه كان ينقال ويعرفش روادوا في النار نقوم وعدين المحاكات والمحاكات شيء من المملي من الكبر هذا الراجل إخلاصه ميتين ألف نشر دراعة من ذا نقبل أن الضعيف نشر دراعة محاكاتاً له أنا فيه فم مروب من ذا اللي ينقال له الكبر وفم ذا اللي ينقال له الترفع في المجلس حد منين يعود قاعدوا مع مده يعود يعود الله فوقها ذاكم للمسائل المملي اللي قال الغزالي ابنها من أعراض ذا اللي ينقال له هذا وكذلك ولو لا اتماشي مع مده تقدهم في طريق ذاكم لهم اللي يا الله لا يمشي شور بل للدوة والدوة هم منين الدوة عند العيادة العلاج وعند محمد مولود وعند والأحمد الخدي وعندنا معهم جلسة في العبر المستخلصة البسيطة الله نتكلم عنهم النظر بعين اللي ازدراه لا رواقش لا يصخر قوم من قوم احنا ما نقلنا قبيل عدلنا عملية ونعتنا انتخرجت من منين اخناف هكذا اللي فيه شنه معاعة هكذا اللي فيهم شنه ذا اللي وساك تتكبر على الناس شنه وتزدراهم وخالق اختها اللي خابطتها على الزناف رحلاها الى وعظة والله الى علمة يقولون إذا ما هو قابله وهذا هو الجهل المركب الجهل حد جاهل ويعرف انه جاهل حد منين يعود جاهل ولا هو عارفها هذا فيه شائبة كبر ومن عجب الاشياء انك لا تدري وانك لا تدري بانك لا تدري فان كنت تدري او داريت لما تكون تنازع الذي يدري بالحكم الذي يدري ولا لا ينطرح حكم ما رصفوا افتغيه هاي من المسائل اللي مولي معطياننا ويا الله نعرفه اعلن حد فيه اعلنها تعود خصلة من خصال النفاق هذا من دون لسباب النسب والجاه والمسائل الثانية اللي كنا اتكلمنا وعنها وضرك بناء شخصنا المرض لا ينقوم وعدين هذه الغرفة الثانية والغرفة الثانية مكتوبة عليها علاجه علاجه اولا تعود عارف منك هذا الكبر اللي متبارك معاه بعض منك ذا اللي متبارك معاه منه هذا الغث منه ذا السمين منه قاع ذاتك انت ما تقدقل انا ربكم ولا لا وانت ما تقدقل ذا اللي قال انه مرود وانت حتى ما تقدقل ذا اللي قال امية بن خلف ما كان وعد بدء اللي وست ديقة خلقت بهت شاشة من الكبر جاه واحد من جمعته واذا هو متبارك يتبخر قال امية استجمر قالوا قالوا لقد انتفخ سحرك السحر تنقال الرية استجمر قالوا فإنك من النساء تقالوا اخذتوا العزة واقبض صيح ومشعظ وكتلوا بلاد شوفوا الاسلام حد كان سيد كان يعذي بلاد يقبض الله ويمد بلاد ويعطيه العناية ويعقى بي كتل يوم قلت من الدول كبر انت لاحظ انك تجاب من الحالات هذا الاتبار كم عامل كبر الغث منه معانا اذا تشوك منه السمين منه وحد ما يوح ليكون شي اسمي هاي المسألة الثانية استئصار اصل الكبر وقليعة جذور شجرت من القلب لان قلنا بانه يصيب القلب والقلب هي الافة الوقمان السيد قالوا يالبحشات قالوا جيب لوعطيب اللي فيها جاب لو قلب ها ولسانها قالوا وردهم وهو الساعة قالوا جيب ليخبث اللي فيها جاب قلب طابع ولا اخسر منهم شي منين يخسروا ذو هو اللي وساو هالعربية اللي مازلنا جايينهم وتخطيت لان فم مقبرتها العربية تخطيتها مقبرتها العربية تخطيتها يقيل لا ينعجب من المعرجة لها تعريج بسيط بالنسبة لهذه المسألة اللي هي من الأهمية بمكان قالوا المرء بأصفريه قلبه ولسانه عمر بن عبد العزيز منين مشي جاء وفد الحجاز ذو معهم اللي لا يشير بسبعة عشر سنة من الموالي لا من حراطينهم لا يتكلم ياله يرشع وليتكلم من هو أكبر منك سنا قام طفيل يضحق قال له يا أمير المؤمنين من أعطاه الله قلبا حافظا ولسانا ناطقا حق له أن يتصدر الكلام ولو كان الأمر بالسن لكان في مجلسك هذا من هو حق منك بهذا فأنشد قائلا تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل إلى آخر الأبيات عندنا علاج عملي وعندنا علاج علمي العلاج العملي شنه العلاج العملي على أنك أنت تتخرص خلقت من طين بوك منه أنت خلقت منه أنت خلقت من نطفة بوك خلق منه خلق من طين أنت ذلي لا يتفتخر به شنو أنت ذلي لا يتفتخر به شنو هذا من أي تم تذكر أصلك ما تتكبر على أي إنسان وهذا الدرس من الأهمية بمكان لأن ما ذم حد قاع يقراه والحاج والفحف أطعنا مسألة بسيطة قال إياك نعرفون كاملين ملانين من الكبر فإن حد منكم قطنهار قال ربي يزيدني عقله أيكم ألا فإن أي حد منكم قطنهار قال ربي يزيدني عقله إذا من آش من الكبر قال الحاج والفحف لأن كل حد ما هو شايف شيء أعلى عقله وتارة يعود عقله هو من نفسه ما هو متين لكنه يعود هو من نفسه ما هو شايف عليه المسألة الثانية يذكر بلنا قلنا أن حد نازع الله إذ كيبر إياه والله في العظمة قلنا أنه في النار ويا الله حد يتم يذكى في هذه المسائل وإن سيت بني لعليات ما هم عنهم لا يقولهم عبر الأذي بنفمس ألم واللي فيها يوسر من الكبر وخاصة بالعليات واللي بعد تكلم عنها الرسول ليت الإسراء والمعراج يكفرنا العشيرة ويكفرنا الإحسان كفران العشير وكفران الإحسان ملات فيها مروب من ذا اللي ينقال الكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت النار فإذا أكفر أهلها النساء يكفرنا قيل يكفرنا بالله قال يكفرنا العشيرة ويكفرنا الإحسان لو أحسنت الدهر على إحداهن ورأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط ما نعرف فيك سبيبة أفلان تعرفيه فيا بعد أنا كافلك عن النار ما نعرف فيك سبيبة تعرفيه فيا بعد بيالله إذا حصرت التركة ذو الصغيرين منهم وذو الماتوا له يشعوا فيك يوم القيامة أمرأ تنكر العشير وتنكر الإحسان فيها مروب كبير من ذا اللي ينقال له الكيبر وله يشوفه من ذا الرسول صلوات الله والسلام علي كان يقولنا ابنه إمرأة كانت تاكل القديدة ويشوفه على النطان غاية التواضع هو استرح لغنم وله يشوفه بن موسى اطبل اللي عد الفلط وحصلت مناش من رعاية الغنم الشعيب استرحة لغنم ما فيها عيب ساس العيب اللي شهاني لغنم فات استرحه شعيب واسترحه زاد الرباني وله ينوقف هون ومنين نقول من التكبر على العمل على النملا هم اللي فيه شعيب كبر الرسول ما يبغي يكون حد يشطل لان يأخذ احدكم احب له ثم ياتي الجبل فياتي بخزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهوا خلوا له من الناس للناس عطوه ام منعوه وهم ذا ليقول ما من مهنة حقيرته ولكن هناك أناس حقيرون والرسول ما لكان اقبل ليشطل مؤسس المرأة خديجة من تخو ويليدين ثم هذو هون ما لينقول وعدكم يشطل مرأة ابه الرسول شطل مرأة ياك نعتنى بن العمر شرف وفمس لقى عفل احدكم ماذا هو كان الاوامر يعطيهم لو ميسر وكان وكان الليل قال وميسر عدلته ما قال أنا هذا والخيم كبير وميسر راجل من الموالي ما من مهنة حقيرة اذا العلاج منين تعرف رأسه ما تتكبر وقالوا هذا الفن على المتكبر شنه شبهت هذا الانسان اللي طلع فوق جبل هو فوق جبل يضحك في الناس التحت يقول هسقير ونحن قاعد نضع ونحقوه فيه هو ما نعرفه كانوا قراء كانوا سبا واحدة اذا هو يضحك فينا المتكبر فصومعته يضحك فينا ونحن نضحكوه فيه بنا اللي ما نعرفه نقاعه وبعد نعرفه نحن نقاع الواقع احنا هو ما قاعد نعرفه ولاه نوقف عند ذليين قالوا العبر المستخلصة سابقا نقول على أن الرسول صلى الله وسلامه عليه كان يعقل شات وكان يحلبها وكان يجيب دعوت المملوك على خبز من الشعير ولاهن اعلنه مر خالق راجل من أهل جاهلية مفتور العدلات يسمى ركانة بنوزيد صرعه والهدف عنده بن ذيك الصرع العدل ركانة بنوزيد كانت سبب يدحوه للناس في الإسلام لأنه كان مفتور العدلات وقالوا بأنه ما يجد يصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون منين يعود عدلاته مفتور ومن تواضع صلى الله عليه وسلم اعلنه عائشة السابق معها المرة اللولة هي ساعة سابق ذا اللي قال لغرك السمنة سبقت ومنين قضت السمنة تلازم معها هذا لا تطيب الخاطرها قال لها هذه بالتلك وقضيت العصفو اللي كان يسول عنه خو صاحبه يا أبا عمير ماذا فعل أنه غير ما هو العصفور السقي حتى على النهل الطبال المولي باستهم بني أرفيدا جاءوا في المسيج خبطوا لطبال في المسيج قالوا احنا عندنا شيء كبروا بهار ودي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عدلوه اسمعوا مع العياط والدوف داخل المسيجي يام جاي يحثيهم قالوا الرسول مه مه بالعربية هنا دونكم يا بني أرفيدا دونكم يا بني أرفيدا هما في المسيج شوفوا تواضع وشوفوا ناسه كاملة وعندها خطة ثانية عائشة فتلت مرة من لنصار ولنصار يبقوا حد شكل الرسول صلى الله عليه ما يبقي عياله هذا لنعتنهم بني الدين فيها فوسحة قامت تولى كفتت لها راسا ومشات بها وعطاتها للراجل ما في حس ولا في شيء وبقاوا الناس لكن اللي عنده حربته به يرتعد هنا قالت نعم قال ارسلت معها من يغني هذا روى صحيح البخاري قالت لا قال لو ارسلت معها من يغني ويقول اتيناكم اتيناكم فحينا نحييكم يا عائشة إلا لنصار قوم يحبون له وكيف يتمفط نولوك الجويريات اللي يوم من هالكبير نتباركين مع الطبال يخبطوه عند عائشة من يجأوا بكر الصديق وتليصوهم قالوا ونخلي من هنا نعتل الناس قال لنحن ملي بنا عندنا اعياد ومن هون اللي يتشوفوا بنا الرسول هذا المجتمع اللي عنده مجتمع متماسك ماهو ناسي منه حتى هذا من هذا من اللي يرقص وهذا من الطبال قاموا قال يقول اتيناكم اتيناكم قاموا هم الحديث ما يعرفوا الحديث ما صحيح البخاري ما نلاحقينه يقير يا عائشة وقالها لو ارسلتم معها من يغني ويقول اتيناكم اتيناكم فحينا نحييكم وهذا رأينا ما نجا احدوا عن المصطلح الحديث رأيهم يعرفوه وهذا الدليل على التواضع هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه ومن هون لا ينوقف عند آخر محطة من محطات هذه الجولة اللي عدلناها في العيادة الطبية الغزالي اخترت بن نوفو عند العبر المستخلصة والعبر هذه المستخلصة لا هنقبلها من أستاذين والعبر المستخلصة لا هنقبلها عند أستاذين الطبيبين محمد مولود ومحمد الحسن والأحمد الخديم وقبلت من عندهم المسائل اللي ندور ونداووا بهم وهي فهم الفوقية أشبعناها بحثا يا غير فهم مملي الدونية إدواه قبلتهم عند صيدليتين صيدليت محمد مولود وصيدليت محمد الحسن والأحمد الخديم قالوا أولا بن ياللحد يتأسئ بعصامة النفس نفسه عصامة سودت عصامة وعلمته الكرة والإقدام وصيرته ملكا هما ما حتى على وجاوز الأقوام تعود نفسه عصامية لا عظامية عظامية شنه أنا أولي فلان وأنا أولي فلان وأنا أولي فلان ويفتخرتم بآبائك إذا ويكرمين قلنا صدقتم لكن بئس ما ولدوا تبوكم شيء قالوا أعلن سورة يوسف أعلنها الداوي الدونية هو يوسف أقول لمن يوسف والخيمة كبيرة يقير عودان الله دار عليه الرق إذن سورة يوسف الدو حد يشعر بالدونية يا الله يتم يقراها كيف تو هذا المسؤول يا الله يقرى سورة عبسة عبسة يا الله كل مدير وكل سكرتير جنرال وكل مدير كوير وواحد سغير ساب يسربتاي يقرى سورة عبسة وتولي عبدالله بن أمي مكتوم كان يجي للرسول صلوات الله وسلامه عليه ويقول له يا محمد علمنا مما علمك الله تلها عنه جاءت سورة عبسة عاد منين يجيبرو يقول له مرحبا بمن عاتبني الله في الشعن سورة عبسة ومن هون لا ينوجه للمديرين نوجه لكل حد سابقتان عبسة وتولي إياك لا يقف حد عند الباب ما تقوله تشدوا المسألة الثانية لا يشوفوا بن الشريعة حد دروة منها تمشي عنه الدونية لا ينقول من حد يبقي القدام حد يبقي الناس تحود تبقي يديروا الروسة اللي يقرأتهم الدليل عليها القرآن الكريم فيه ذا اللي قال السيرة ذاتية فيه سيرة ذاتية لسفة هذا ما هو ذا اللي يتعدل أنتم لا وعيط الواحد منكم لا يعين أراه هو في القرآن الكريم لا ينبدأ بسيرة يوسف عليه السلام لا يندار على المهوضية للدروض كامل إنكم ندار عليها قال لي شعلي على خزائني إني حفيظ عليم سيرت ذاتية فيه لا كلمتين ما هذا اللي وعنا وفلان ولي فلان وعندي خمسي شاشرة إني حفيظ معنى بنشو ودع لي ما هو لا يخسر وعليم نعرف شي بيلي جايتني ورانكم شفت بالأزمة اللي جات الاقتصادية حلها يوسف نقوم وعدين سير الذاتي الموسى عليه السلام إلي أنت لشو عيب منت الله يتعدل الحملة سيرت ذاتية ما كفرت أخبارها يالت إن الخير من استأجرت القوي الأمين ان سيرتفيكا ميديكال هو العفريت اللي ترسح لا يجيب عرش بالقيسة سيرت ذاتية رأي في القرآن الكريم وإني عليه لقوي الأمين طالت الله تبار وتعالى لا يعد اللي حمل كان بنو زاده الله بس تنفل اليسم والعلم ومن هون يستشرف بن السير الذاتية لكن الزمن ما هي النشر الواحد يكون سيرت ذاتية يجيب بسه لأنه سيد القرنين سيد القرنين استفدنا منه ذا اللي عنده نصارين قالوا لا كونتر بارتي الناس اللي قالوا لابنه يدير بينهم رد ومعايا جوجة وماجوجة كانوا لا يعطوها خرج قالوا لا كونتر بارتي اشتقل انتم ونشتقلانا وهي اللي استشف منها مصارة واذا هي يعدلوها في اسعان مقابل العمل هاي مقبوضة من عنده القرنين مسألة الأخيرة من هاي المسائل اللي احنا نتكلم عنها اللي شوفوا بن المهاجرين اللي ماشيين من مكة وعدين المدينة ذا كان يصلي ليهم منهم سالم مولا ابي حذيفة وسالم مولا ابا حذيفة ما عرث له اب مشوال ابي حذين فولب ما قاتلوا فيه وهو من القرآن اللي يقرأ القرآن الكريم أولاه إلى هذا الحد نشوفوا أعلن أنهينا المكوكية اللي بدأناها الناس اللي تعدل الهوية في مدينة الغزالي ثم بعد ذلك تكلمنا عن الاسبال وتكلمنا عن العلاج تكلمنا عن كل هذه المسائل اللي هي من الأهمية بمكان اشتركوا في القناة